أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول أنا وبعض زملائي في العمل تعاهدنا على أن يدفع كل مننا ألفين ريالا شهريا ثم يأخذها واحد مننا وهكذا حتى يأخذ كل واحد مننا حقه من هذه الجمعية السؤال ما الحكم في ذلك وهل هذا العمل صحيح؟ أنا أرى أن هذا لا يجوز وقلته غير مرة أن هذا لا يجوز لأنه تقارض قرض مشروط في قرض لأنك ما أقرض زملاك إلا بشرط أن يقرضوك فهو قرض مشروط في قرض فهو بيعتان في بيعة وأيضا هو قرض جرى نفعا فأنا أرى أن هذا لا يجوز لهاتين العلتي والذي يريد القرض يقترض من أحد إخوانه ما يقترض من جماعة بهذا الشكل بل يقترض من أحد إخوانه ويرد عليه القرض إذا أيسر بدون أنه يلجأ إلى هذه الطريقة لعب